المرأة شريك أساسي في الحياة المرأة نص المجتمع كلام رنان كده بنسمعه على طول تحديدا من الرجال لما بيجوا يتكلموا قد ايه هم يعني بينصفوا دور المرأة بس لما نيجي نشوفه بقى في الواقع العملي ونشوف القوانين اللي بتفعل هذه المشاركة والنص ده بتاع المجتمع بنلاقي انها مش بالضرورة تبقى كافية خلو نقول لكم احصائية بتقول انه 30% انا اسفة 30% من النساء معيلات لأسر يعني هم المسؤولة عن أسر هم اللي بيصرفوا عليهم فين بقى برضو هذا العدد من النساء لسه يعني مش شايفين اي اجراءات حقيقة خلو نفكركم انه لما ثورة 25 يناير حصلت ما كانتش رجالة بس كانت ستات وكانت رجالة وكانوا بنات صغيرين في السن وكانوا بيشاركوا وكانوا بيستشهدوا منهم الاتصاب فيعني لما بنقول انه النساء فعلا مشاركات في المجتمع ده واقع مش كلام رنان عشان بس نبقى بنعمل فقرة دماء خفيف ولا فقرة زريفة النهاردة احنا نتكلم على دور المرأة في الفترة اللي جاية احنا منتظرين ايه من المرأة وكمان نشوف المبادرات اللي من شأنها انها تحط المرأة على المشاركة الايجابية في الحياة السياسية وانها تمكن المرأة انها تعرف تعمل ده بشكل كبير بيشرفنا يكون معانا النهاردة استاذة لبياء وهي عضو مؤسسة المرأة الجديدة نهارك سعيد واستاذ رامي محسن وهو مدير المركز الوطني للأبحاث والاستشارات نهارك سعيد يا فن نهارك سعيد يا فن المبادرة اللي احنا نتكلم عنها النهاردة اسمها مبادرة يلا نشارك وخلونا نفهم على طول ايه مبادرة يلا نشارك يا أستاذنا يلا نشارك هي مبادرة الحقيقة فكر فيها في البداية أستاذ رامي من الاستشارات والتدريق احنا طول الوقت في المرأة جيدة مهمومين بفكرة المشاركة السياسية وخصوصا احنا بننطلق أصلا من مبادئ المساوية ومرجعيتنا هي اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز داد المرأة فرحبنا جدا بالمبادرة بالفكرة فكرة ان نبتدي ننزل للناخب للتوعية بالمشاركة السياسية عادة المشاركة السياسية كانت الناس تشتغل على المرشحين النهاردة احنا بنفكر في خطوة مختلفة بنفكر في الأساس في الناخب بالناس اللي عملت الصور البلد يعني ودي كانت مبادرة جيدة جدا فكرة جيدة جدا واعتقد ان هي هتبقى مسمرة يمكن اكتر كمان من العمل على المرشح بس يعني انتو بتشتغل وفود مع الستات بتعملوا معهم ايه؟ بنشتغل مع الرجال والنساء بنشتغل على فكرة ازاي تختاري مرشحك ايه اهمية ان النساء تنزل الانتخابات وايه اهمية انه النساء تصنع تكتلات للمطالبة بمصالحها يعني الازمة في الاساس ان النساء هشوعية بيها كمرشح او حتى كمطالب تتحط على البرنامج الانتخابي ان النساء بتعملش معها ككتلة لها مصالح بتعمل معها كتابع لكن لو النساء بتدت تفكر انا عندي ازمة مع قانون الاسرة فلازم اسأل عضو ماليس الشعب هتعمل ايه في قانون الاسرة؟ انا عندي ازمة انه بتعرض للعنف في الشارع التحرش الجنسي مثلا فلازم ابقى وعية تماما وانا نازل احط صوتي في الصندوق سوى لقايمة او لفردي اسأل هتعملوا ايه في القانون ده لما يتعرض عليك وعندوكوا تصور عندوكوا مشروع قانون ولا لا فده ده اهمية استاذ رامي حدك صاحب الفكرة او صاحب بداية المبادرة ليه فكرت فيها في الاول او ايه اللي خليك مهتم ان حدك تفكر في مبادرة يولو نشارك يعني خلينا اقول لحضرتك ان ازا كانت المرأة نصف المجتمع فانا اعتقد يعني من عندياتي اعتقد ان المرأة هي كل المجتمع المرأة كناخبة اقصد كمان هي كل المجتمع لما حبيت افكر في الموضوع ده وانا اهمي اهمي على المرأة بشكل عام يعني انا اعيني على المرأة منذ فترة فلقيت ما نلب هذه الدعوة هي مؤسسة المرأة الجديدة تعاوننا وفكرنا ازاي نخدم المرأة المرأة كناخبة والمرأة كمرشحة تديني نوضع على ترابيزة ونفكر ازاي نقدر نشوف نروح لكل السيدات مش بس في العواصم احنا بنلف المحافظات ونروح كمان لمناطق مش في المحافظة او عاصمة المحافظة احنا بنصل للقرى والنجوع والكفور وكذا خلينا اقول لحضرتك ان لقينا كمان صادة جميل الناس فعلا عايزة تشارك المرأة دي الناس حاسها باهمية يعني ايه صوتك امانة اول مرة تحس الناس بتصنع تاريخ بتصنع حياة سياسية كل الناس متابعة لقينا نسبة الوعي السياسي لدى المتدربات والمتدربين ايضا عالي جدا متابعة كل القوانين متابعة كل المرأسين بقوانين متابعة ازاي يعني ايه فردي وانيه قايم درجة ان في التدريبات بتاعتنا بيسألوا اسئلة تفصيلية اتصور يعني نسبة المتابعة عالية جدا فده اللي خلينا نقول لا احنا احنا مش هنسكت بالعكس احنا هو دوة الناخب ليستحق ناخد بايده ونقول له ادي هوة الطريق السليم انت عايز تشارك انت عايز تصنع حياة ديمقراطية احنا نوريلك الطريق ازاي من هنا نبعد فكرة المبادرة ومن هنا بدأنا نتحرك عليها وصداها عالي جدا لدى الناخب المصري والناخبة المصرية ايضا فبالتالي وجدنا انه الناس كلها بتتهافت علينا ولقاءات يمكن في المحافظة الواحدة بنعمل لقائين وثلاثة علشان نقدر نصل لأكبر عدد من المشاركين والمشاركات طيب استاذ علامي لما نتكلم دايما على قضايا النوع ونتكلم على الجندر دايما بنشتغل على الرجالة والستات دايما حضرتك قلتي وحي بتتكلمي فاهمة انه لما نقول الستات شاركوا بشكل ايجابي هابوا متحمسين جدا وممكن الزوج او الاخ او الاب يبقوا برضو سعادة ان هي بتنزل تحط صوتها بس في منطقة انه ان هي ترشح نفسها او ان هما يختاروا مرشحة ست بعتقد ان هنا دي صعوبة هل دا بتعملوه ازاي والراجل يعني الثقافة اصلية نحن نتكلم على ثقافة وتاريخ معي ازاي دا بيحصل او ايه الصعوبات بقى اللي بتحصل في الحوار يعني بوسي هو في صعوبة من اول فكرة ان الستة اصلا تنزل يبقى لها رأيي يعني خلينا صراحة يعني عم شاف لي عديت دي قلتو لو ممكن ديتي بقى سهلة لا يعني بوسي احنا عندنا ازمة انه انتي تبقي صانع قرار اصلا يعني فكرة انه وثاعات كتير يبقى الكلام عن المشاركة السياسية سهل لكن الكلام على انك تبقي لكي حقوق في المنزل يعني الكمية العنف الأسري دا صعب لما تكلمي على المشاركة في اتخاذ القرار داخل المنزل تصعب وحدش بينتبه ان دا مؤثر على دا ما انتي لو ما بتخديش قرار كوالبيت هتخدي قرار ترشحي مين لو انتي معاكي بطاقة انتخابية او دلوقتي بطاقة الرقم القامي تقدري تنتخبي بيها وممنوع من الخروج من المنزل انك تروحي لممتك وده بيحصل هتقدري تنزلي تبدي صوتك فهو في الموضوع طبعا مرتبط جدا ببعضه انتي بتراهني على انه القانون دلوقتي خمسمائة جنيه فده هم خليه انه لا هينزل الناس تنتخب بتراهني على انه التجربة القديمة بتقول ان انت لنزل صندوق الانتخاب ما كانش اكتر من اثنين في المية يعني احنا في الاستفتاء يمكن اكتر شوي في الاستفتاء كان اكتر لكن سنادي الانتخاب في المراحل اللي فاتت اللي كان فيها عادة تزوير وناس بتقول اللي هم عايزينه هيجيبه وكتير من التعبيرات دي ما كانش فيه كتير بينزلوا صندوق الانتخاب انت بتراهني النهاردة انه فيه زما الحاملات الانتخابية جديدة بتكلم على الاصوات البكر الناس اللي لسه الاول مرة بتتعرف على صندوق الانتخاب مهمتك بقى كحد بتشتغل على التوعية انك تشتغلي على الناس دي والثمرة اللي هتنتج من العمل ده هي مجدية اكتر بمراحل احنا عندنا مشكلة فوجود النساء في صنع القرار بشكل عام من اول رئيس يعني من اول تفكير رئيس الجمهورية مش بقول ان هي تبقى في منصف رئيس الجمهورية بقول انها تبقى في منصف رئيس الجمهورية لا لا دبعا هنقول بس انا بقولك حتى لو المنصب ده ما وصلت لهش ست اللي بيبقى هذا الالتزام السياسي ما بقاش في دماغه ان الستات المفروض توصل لأي منصب من اي نوع فاحنا لعندنا محافظات ولا عندنا رؤساء جامعات يعني عندنا ازمة كبرى في فكرة انتصر النساء حتى الوزارتين اللي فاتوا يعني اللي اتغيروا بعد الثورة مشاركة كانت طائلة جدا الدكتورة فايزة ابو النجاو موجودة من قبل كده يعني هم حتى عجزوا عن انه يجيبوا وجه نسائي جديد فهي الازمة في البحث عنها عايزة اقولك انه مثلا واحدة من تجارب المرأة الجديدة انه في البحث عن المحافظين تجربة تغيير المحافظين المرأة جديدة دورت على السكرتارية العمال سكرتارية المحافظة اللي هي الرجل الاول او ستة الاولى في المحافظة والهي الحقيقة بتقوم بمعظم الاعمال ان كانش كل الاعمال مع عدل الوجهة السياسية وكان فيه عدد من السيدات مش قليلين طب ليه ما تمش تصعيد دول المنصب ده فطبعا الكلام عن الحياة النيادية بقى والاختيار انت في كلمة على اصعب بمراحل يعني مداخلين على صعوبة جامعة جديدة دور المركز الوطني الابحاث والاستشارات هل هو كانت الفكرة وبعدين بتعملوا الابحاث اللي بتساعد المرأة الجديدة انها تشتغل او بتعملهم بشكل استشاري ولا كمان بتنزلوا مع دور المركز بتاعكم لا خالص هو المركز مع المؤسسة هما شركاء في الفكرة وشركاء في التنفيذ احنا بنعمل جدول بنحاول من خلال وننزل المحافظات كلها بنعمل عمليات توعي مؤتمرات كبيرة اذا انت بتنزلوا كمان مع المرأة الجديدة طبعا كلنا بننزل كفريق عمل فريق عمل كبير بنعمل عمليات توعية سياسية وتوعية بشروط المرشح شروط الناخب ازاي تنتخب يعني النظم الفاردي يعني النظم بالقايمة لو اصلا معظم ناس نستمش فهمينه قوي برضو بزرح نحاول معاهم كمان نعمل زي نموذج محاكاة بنقول لهم طيب بصوا احنا هنتخيل وكأننا ان احنا الصبح راح ننتخب ايه اللي المفروض نعمله ايه اللي المفروض نحضاره بيعملها ازاي في شكل كده زي مصرحية او تمثيلية او شيء تمثيلي بحث عشان نوصل المعلومة بشكل يسير الحاجة التانية اللي بنعملها كمان ان احنا بنقدم لهم ماد مادة سهلة بسيطة يقروها ويتعلموا منها بحيث اللي عايز يستزيد بعد كده احنا عندنا المؤسسة والمركز بيتيح كل المعلومات لكل الناخبين وعايز اعيد واكرر تاني ان فعلا لما وصلنا لجزور العواصم داخل المحافظات وجدنا صدق غير طبيعي وبنشدد على ان محدش اشتغل على العاصمة وبس العاصمة مش هي الكتلة التصويتية احنا عندنا كتلة تصويتية تانية في صعيد مصر وريف مصر مهضورة حقه بحاجة بيقرب منه بحاجة بيحاول يسعيد